من شركة استداد للاستثمار الرياضي أعلنت الحداد أيضا لمدة ثلاث أيام وهو حداد معلن من جمهورية مصر العربية وتؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتأييدها لحقهم في الدفاع عن حقوقهم وحريتهم كما تدين قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة أشد الإدانة باعتباره تجاوز خطير في حق الإنسانية وتعلن إيقاف جميع الفعاليات الترفيهية المقامة أو المنظمة عن طريق شركائها وشركتها التابعة لمدة ثلاث أيام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس سيف الوزيري شعب المصري بأكمله شعب المصري في جميع الحاء العالم متضامن ومساند للقضية الفلسطينية ومساند للشعب الفلسطيني حالة الإعدوان من الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى الأطفال والتصرف اللا إنساني الذي حدث بالأمس على مستشفى فيها أطفال ومرضى وسيدات بالتأكيد هذا اندل على شيء بيدل على أنه كيان صهيوني مختل يحارب أطفال ويحارب إنسان مدني عزل من أي سلاح ولكن كل تضامن من جمهورية مصر العربية للأشقاء في فلسطين وكل الدعم للقضية الفلسطينية وكل المساندة هنا من أرض الكنانة لكل الشعب الفلسطيني في كل أرجاء الوطن العربي طيب كمان لعبي الناجي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت كان فيه تويتات وكان فيه كلمة مهمة جدا لو مش في إيدك القرار الكلمة مسئولية الكلمة مهمة الكلمة بتسمع والكلمة بتوصل